كان تنطرق وحكاية النادي الاهلي بقى اكيد كنتم تتكلم معه طول الوقت فيها يعني. طبعا. اه. هو خلي بالك هو 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 جبل يعني هو جبل يعني اي لعيب خلي بالك اي لعيب وبتبت انعصام عارف. اه اه ياما بيجي له الاهلي او الزمالك. اه بيفكر ليون مرة. طبعا. ودي بتبقى فرصة ما بتتكررش كتير. صحيح. لو تفتكر اللي حصل مع جبل كان حصل قبل كده وانا موجود برضو مع نادر السيد. صحيح. وكان برضو نفس الموضوع. وراحل نادي الاهلي. وكان في وجود عصام الحضرة. ونادر ملعبش. اه. واخدت منه كتير جدا جدا جدا. ونادر كان في الوقت ده اه متقلق يعني. وكان نجي من مصر. فبالتالي انت كالعيب لازم تحسبها. خاصة ان اه ان جبل موجود في نادي بصراحة. نادي محترم جدا نادي البنك الاهلي. اعتقد الناس بيقدروا بشكل كبير جدا. وفي الاول والاخر اه محصلش نصيب. مش معنى انه محصلش نصيب ان هو يروح. اه. من خلال او من خلال النادي الاهلي. او من خلال حتى ادارة البنك الاهلي. لان احنا ما كانش. اه. عندنا مشكلة لان احنا بهمنا. كادارة البنك الاهلي اللي هو اشرف نصار. وانا كمدير فني. ان اي حد هيجي له عرض. مه. من الاهلي من الزمالك. من الاهلي. انا انا من نوعية المدربين. اللي اللي بحب دايما نساعد اللعيب. ان مهما تقوله. ومهما تقنعه مش هيقتنع. هو عايز يروح يجرب التجربة. صحيح. اه. فبالتالي اه انا شوف بصراحة ان اه ان انا اتكلمتهم اعجابة لو قلت له. قلت له انت اهم حاجة بالنسبة لك حاليا. انك تيبضل متواجد في منتخب مصر. اه. لان كل بيسعى ان يكون موجود من اللعيبة. ان يكون موجود اه في منتخب مصر. خاصة من اللي ما اللي مسك المنتخب دلوقتي. واحد كما قامة كبيرة جدا حسام حسن ومرهب حسن وجهاز الفني كله اللي موجودين معاه. صحيح. اتمنى لهم التوفيق. صحيح. يعني يكون جهاز وطني ومصري. هو اضرب كل لعيب اه اه في حالته من خلال رؤيته من خلال نفسيته من خلال اعوامل كتيرة جدا. عشان كده للمدارم المصري انا ما شوف لمنتخب مصر هو افضل اختيار حصل بصراحة. صحيح. كابتن الكبير كابتن طارق مصطفى المدير الفني الفريق البنك اللي انا بشكرك شكرا جزيلا على هذه المدخلة.